الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله رسالة وصلت إلينا يقول أنا عبد الوهاب من ولاية بومرداس في سنة 2007 تعرفت على فتاة من مدينة بورج بوريج وهي أم عازبة هذه أم عازبة كلما مشبحها لزانية من باب تسمية الأشياء بغير أسمائها الآن الخمر واسمه مشروبات روحية الرشوة واسمها حقي أعطيني حقي وكذا ملأ أم عازبة يقول لبنت عمره عامين فطلبت مني الزواج في بيت أهلها فقبلت الفكرة وطالبتها من أخيها وعمها لأن والدها ميت وتزوجتها في أوت 2008 بعد أن قرأنا الفاتحة وبحضور كل أهلها وأقمنا عرسا وطول هذه المدة لم نكتب كتابا في البلدية وكنت أتكفل بكل مصاريف العائلة حتى أخيها وقبل أسبوع من شهر رمضان 2017 تطلبني في الهاتف وتطلب مني مبلغا مالي معتبرا لأختها كي تجري عملية جراحية في عيادة خاصة فبعثت لها ما تحتاجه عن طريق حوالى بريدية وفي اليوم الثالي من رمضان طلبتها في الهاتف فوجدته مغلقا فطلبت من أمها أن تكلمني فلم تجيب علي وإذا بي أفاجأ برسالة تأتيني عبر الهاتف من أختها تقول فيها إنها تزوجت عنك بأربعة أيام قبل رمضان وهي الآن في جنوب غرب الصحراء في البيض إن أردت فاذهب إليها يا سيدي ما حكم هذا الزواج وأما زالت زوجتي شرعا هذه المرأة أنت تزوجتها من وليها على كتاب الله وسنة رسوله وكانت قتلك بأنها أم عازبة يعني زانية وجابت اطفاله أمر عامين وإنت قابلت بهذه المرأة ما قلت الناشهنة هل تابت إلى الله هل ندمت على ما فعلت هل عزمت على ألا تعود هل صلت واستغفرت واستغفرت وتصدقت وحجت واعتمرت وإنت ما نعرف غاثتك ولا عقدت عليها وريمرتك حتى الألف وسبعتاش ثم مبانج خطها قتلك اتزوجت في البيض إذا كان الأمر كما قالت أختها فهذا الزواج تحثاني هذا من الزناء المحرم لأنها متزوجة وأنت لم تطلقها ولم تذهب إلى المحكمة لتطلقها هي متزوجة عرفيا إذا كان الأمر كما قتلك خطها فهذا زواج حرم وزواج باطل إذا راجلت على البيض على باله أو مشارك معها في الإثم وأنا أجزم أنه ما على بالوش أنها كما صيداتك أنت وصيدة هذاك لقبلك هذه صيدة وحدة أخره الآن وراحت عنده ما بلغتلوش بأنها متزوجة ولا عندها زوج ولا شي إذا كان هو لا يعلم عليه أن يعلم وعليك أن تعلمه وهذه المرأة ارتكبت كبيرة من الكبائر تستوجب حدا من حدود الله جل جلاله حسبنا الله ونعم الوكيل شرعا ما زالها زوجا تاك شرعا ما زالها مرتك وما زالها مزوجا فهمت الله يغفرنا ويتوب علينا ويسامحنا